قال الله عز وجل وَلَقَدْ نَدَانَ نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ فهنا الإنسان لابد أن يدعو ربه سبحانه جل وعلا ولذلك ربنا تبارك تعالى وعد الداعي إذا دعاه أن يستجيب له وانت حظك لسه إلى الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوات الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسدون بس المهم ندعو ربنا المجيب سبحانه جل وعلا وانا بدأ ربنا تبارك تعالى أحاول بقضاء مكان أكون حاطط في ذهني كده اسم الله عز وجل المجيب شوفي سيدنا عمر بن خطاب كان يقول كلام مهم جدا يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معها يعني أنا لو أنا بدأ خلاص أنا عارف أن ربنا إن شاء الله بإذن الله سيستجيب لأن الله تبارك تعالى إذا وعد وفى سبحانه جل وعلا وفي الحديث كما عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند بحديث صحاه الشيخ شعيب الأرنقوت عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مام مسلم يدعو بدعوات ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمة مهم جدا أن نقطتين دون لا فيها إثم ولا فيها قطيعة إيه ولا فيها قطيعة رحمة ننتبه للناس اللي بتبدأ تدعو على الآخرين بدون أي وجه حق أو بيدعو بدعاء في إثم أو في قطيعة رحم يبقى ده الشرط الثلاث حاجات بقى ما من مسلم يدعو بدعوات ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث ثلاث حاجات أول حاجة إما أن يعجل له دعوته يبقى ربنا تبارك تعالى يعجل الدعاء فيجيب الدعاء الآن يربنا يعجل له الدعاء أو إما أن يدخرها له سبحانه تبارك تعالى يبقى في الآخرة أو إما أن يصرف عنه من السوء مثلها خلاص هو ممكن ما يستجبش بس هيصرف أصادها حاجة إيه من السوء تمام يا رب الديني مثلا مئة ألف جنيه فالمئة ألف جنيه ربنا تبارك تعالى هيديك اللي هو النوع التالت ده اللي هو هيصرف عنك من السوء مثلها ممكن تاخد المئة ألف جنيه دي فلقدر الله تصاب بمرض فتصرف أصادها مئة ألف إيه مئة ألف جنيه فربنا يروح زيح عنك المرض ده فيصرف عنك السوء فالصحابة عاديين قالوا إذا نكثر يا رسول الله يعني نكثر من الدعاء أدام بقى ربنا هيستجيب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكثر يعني إذا كنت أنتم عملين تدعو ستدعو الله عز وجل كثيرا ربنا تبارك تعالى يستجيب سبحانه جل وعلا أيضا الإمام بن حجر العسقلاني بيقول سبحان الله كل داعي يستجاب له لكن تتنوع الإجابة طارة بمثل ما دعا به يعني أنا دعيت ربنا أنه يرزقني مثلا مال أو ربنا يرزقني النجاح الكلام ده مهم لكل حد ممكن يقول دعيت ربنا بس هو ما استجاب ليش نعرف بقى الدعاء بيروح فين فيه تلات طرق الدعاء بتاعي بيروح لهم إيه هما بقى ما هو تلات طرق إما أول حجر الله عز وجل يعجل أيوة اتنين إما أن يدخر له في الآخرة أيوة التالتة اللي هو يقول لك هتاخد الحاجة دي بس هيجي لك شر قصدها وهتصرف الحاجة دي قدامها فأنا هبعد الشر ده عنا خالص فيصرف عنه من السوق مثلها ولذلك ابن حجر في الحتة دي يقول كلام جميل جدا يقول أي إنسان بيدعو الله يستجيب لكن الإجابة تتنوع يعني الإجابة سورتها بتختلف مش لازم اللي أنا دعيته هو بالضبط اللي يحصل ممكن هو ده ما فيهوش خير لي ممكن يكون بالحاجة اللي أنت دعتيها أو بالعوض يا ربنا أعوضك حاجة تانية حاجة تانية وهنا في نقطة فهو ربنا بيستجيب دعاء مين المجيب ده هو الذي يستجيب دعاء الداعين ويغيث الملهوفين ويجيب دعاء المضطرين ولذلك سبحان الله أمن يجيب المضطر إذا دعين فالمضطر ده ممكن يكون مسلم ويكون غير مسلم فواحد يقول لي وربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب دعاء غير المسلم آه طبعا ربنا يستجيب سبحانه وتبارك وتعالى دعاء غير المسلم بس واحد يقول لي الدليل إيه ده أنا هقول له الله عز وجل ربنا بيستجيب بواحد يقول لي الحكمة يعني أقول له ومش إبليس قال له أنظرني إلى يوم يبعثون فربنا استجاب قال فإنك من المنظرين وده إيه ده ده أسوأ مثال آه اللي هو في تفسير السمعاني المنظر سبحانه وتعالى دعوة الكافرين حيث أجاب دعوة اللعين اللي هو مين اللي هو إبليس فقول له أيوة يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته على سبيل المكر والإملاء لا على سبيل الكرام مش معنى كده إن ربنا يعني بيحبه فيقول لك بص بقى ده ربنا إيه بيحبني فأجاب الدعوة